مساء الخير جميعاً حابب أشارك حضراتكم حاجة مهمة جداً خاصة بخطوط الكف وقراءات الكف في الوقت الحالي أنا بعمل دبلوما زيادة عن اللي أنا بعملها ولكن الدبلوما دي خاصة جداً وهي متخصصة في قراءة وتفسيرات خطوط الكف وشكل اليد بشكل عام اللي حابب أقوله حضراتكم أن في نهاية كل مستوى من هذه المستوى في الدبلوما دي بيكون فيه سطر مكتوب تحت كده موجود في هذا الكورس بيقولي طبق الكلام اللي انت درسته في المستوى ده على كف إيدك بالظبط يعني قيم كف إيدك وقيم الخطوط وقيم الشكل وشوف التفسيرات اللي احنا كتبينها دي تنطبق عليك ولا لا عايز أقول لحضراتكم أن بنسبة 100% من المعلومات اللي موجودة في المستويات اللي أنا خلصتها لحد النهاردة الدبلوما دي عبارة عن 15 مستوى خلصت فيهم لحد النهاردة 10 مستويات 100% من المعلومات تنطبق على خطوط الكف وتنطبق على شخصيته بالإضافة للمعلومات الجديدة اللي أنا عرفتها عن شخصيته من خلال هذه الدبلوما فأنا بنصح كل واحد شايف الفيديو ده كل واحد بيتفرج كل واحد قاعد على الشاشة حط حتة تفسير خطوط الكف من ضمن الأولويات لو أنت حابب أنك تطور من نفسك بشكل مميز وبشكل ملحوظ الكف من أهم مميزاته هي التنبق بالمستقبل التنبق بالمستقبل فعلا بيدي لك تنبق نسبة الصح فيه عالية جدا ما بتوصلش المية في المية ولكن نسبة التنبق فيه بتوصل لدرجة صحة تصل لفوق التسعين في المية من دقة المعلومة كل واحد لما يعرف صفات شخصيته من خلال خطوط كفه اللي هم مرتبطين ارتباط قوي جدا بعقلك الحاضر وعقلك الباطن دول أهم حاجتين موجودين خلقهم ربنا عشان يحدد لك الشخصية والكارزمة اللي هي موجودة عند حضرتك أرجو من الجميع اللي هم ياخدوا الموضوع ده بأهمية قصوى اللي حابب أنه هو يطور من نفسه واللي حابب أنه هو يعرف تفاصيل عن شخصيته يسيب لي في التعليق وأنا هبدأ أتواصل مع الناس وعايز أقول لكم أنه لما خلص الدبلوما دي إن شاء الله وأعمل البروجيك بتاعي بتاع التخرج لازم هقول لحضراتكم على توقيت التخرج من المشروع إن شاء الله بتاع الدبلوما ده طبعا يعني شهادة زيادة عن طبيعة دراسة اللي هي متعلقة بعلم النفس اللي أنا أصلا دي أصلا دراسة أنا طورت من نفسي ودخلت وعملت الدراسة كاملة والدبلوما إن شاء الله تكون جاهزة خلال فترة بسيطة جدا تابعوني لمعرفة المزيد اوعى حد يقلل من هذا العلم العلم ده دي شأن كبير جدا في تطور الشخص وتطور النفس تحياتي للجميع